الحقت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ضربات قاسية بالاقتصاد العالمي ورغم صمود اقتصاد موسكو إلى حد بعيد إلا أن بعض المؤشرات أظهرت شروخاً في قدار الاقتصاد الصلبة فبالرغم من توقعات الرئيس الروسي فلاديمير بوتيني المتفائلة بتسجيل بعض النمو في جميع المجالات خلال العام الجاري إلا أن مبيعات التجزئة لا تزال في حالة انكماش طويلة الأماد مقارنة بتلك المسجلة خلال وباء كورونا العقوبات الغربية على موسكو العام الماضي هوت بحكم تجارة التجزئة بنسبة 10.5% إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقد بالرغم من أن التسوق بدافع الذعر دعم الاستهلاك في الأسابيع التي أعقبت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل عام إلا أن معدل نمو الاستهلاك تباطأ بشكل قوي وانخفض إلى أقل من الصفر حتى مطلع العام الجاري مع تقديرات لبلومبرغ بتراوع انفاق الأسر بكافة فصول العام الحالي وعقب اختفاء العلامات التجارية الغربية شكل مواطنون الروس من غلاء البدائل المحلية من الطعام أو السلع المعمرة الأمر الذي أضحى يستنفذ ميزانية الأسرة ويضع المواطنين آمالهم في تحسن الأوضاع مع مرور الوقت ويرى الخبراء أن قطاع التجزئة كان من أكثر القطاعات تضرورا العام الماضي حيث هددت الأزمة بالفعل وجود العديد من مراكز التسوق وباتت معرضة لخطر الإفلاس وفقا لبلومبرغ يمثل الانكماش الاقتصادي في روسيا انخفاضا دائما في مستويات المعيشة على غرار الفقر والتقلص مبيعات التجزئة القياسية في السنوات التي أعقبت ضم شبه جزيرة القرمة عام 2014 بالرغم من أن الحكومة الروسية ضخت حوافزها إلى تنفي الاقتصاد وبلغت البطالة مستوى قياسيا منخفضا إلا أن الأسر أصبحت مقتصدة بشكل متزايد التغييرات التي شهدتها قائمة تفضيلات المستهلك تشير إلى المصاعب التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص حيث كشف أحد استطلاعات الرأي الحكومية نهاية العام الماضي بدأ أكثر من ثلث الروس في توفير الطعام